الآن ننتقل إلى موضوع 13 أربعة بهذا الموضوع يقول يقول خلينا نقرأ الملاحظات ونشوف الملاحظة الثانية الأولى يقول بوث two and three can appear in the same sentence when one part of the sentence refer to the past and the other part of the sentence refer to the present or future time حسا هو شي يقول يقول إذا كانت الجملة ماضي مثلا أنا عندنا where going to أو هنا hard يقول هذني الحالة الثانية والثالثة ممكن راح تصير فأني مثلا if I if I hadn't failed اللي هي الحالة الأخيرة ولناها would to have وتصريف ذال وهنا if I weren't going to their house tomorrow I would not have I would not have bought them gift طبعا هاي الملاحظة اللي يريد يقولها يقول أنه الماضي الماضي اللي هو زمن الماضي اثنيانات نفس المعنى أو نفس الاستخدام بعض الأحيان سؤالي ليش ليش هو أشار إلى هاي النقطة شنو اللي يريد يقول أو شنو اللي يريد يوضح أنه مؤلف الكتاب طبعا الجواب على هذا الموضوع اللي يريد يقول يقول ترى يا أخوان الحالتين الأولى الثانية والثالثة اثنين تستخدم للتعبير عن حدث غير حقيقي بالتعبير عن حدث غير حقيقي بوف تو ان ثري كنديشنال سكن أبير ان ذا سيم سنتنس اثنين 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 يعني موجودين بنفس الجملة وان وان بار اف ذا سنتنس رفير تود باست تايم ان اثر يعني يقول يعني هو الفكرة العامة انه يا بترى إذا كان عندك ماضي بهالحالة انت ستتحدث عن شيء غير حقيقي 2 or more individuals may respond to the statement made a condicional or writing in the number of different ways for example one person may use the type one conditional sentence and other type two sentence and another type is three a fourth person's response by mixed types two and three and types three sentences هنا اللي يقول بالمحادثة يقول أثناء ما واحد يساوم محادثة نعرف بأن المحادثات لا تجي بالامتحان ولكن حتى نوضح فكرة مالسة يقول يقول بهذه الجملة يقول يا أخوان نحن ممكن نستخدم في المحادثة عن من دع تدع عن المحادثة انتو تعرفون المحادثة هي عبارة عن حوار قد تكون عبارة عن قصة في المحادثة قد لا تكون دائما في زمن المضارع المستئم بسيط أو حاليا يعني مثلا أنا أحكي عن شيء حدث بالماضي الآن الآن الحدث الحدث الذي تم بالماضي قد يكون الحدث حقيقي وقد يكون الحدث غير حقيقي وقد يكون الحدث ممكن أن يحدث لذلك فهو يريد يقول يا أخوان في المحادثة نقدر نستخدم كل الحالات كل الحالات نقدر نستخدم هذا الذي يريد يقوله والذي يريد يوح هذا الموضوع مهم أكثر طيب هذا التمارين إن شاء الله سنرى نختار منعده المهمة المهمة ونركز عليه طيب طبعا بس أحب أسوي مراجعة على الف الشرطية الآن هاي الف الشرطية أمامنا هاي هي حالة الفيرست الحالة الأولى يقول تستخدم الوصف حدث محدد من الممكن حدوثه في المستقبل فالشي ممكن يصير والقاعدة مالتها F زائدا مضارع بسيط زائدا فاعل هاي الجملة الأولى ورا F نحط فارز ورا فاعل زائد وال زائد فعل مجرد If you study هاي الجملة الأولى والجملة الثانية you pass the exam إذن عندي مضارع بسيط يقول حالة second تستخدم لتخيل أو تمني فتشي تتخيل أو تتمناه If I had a lot of money طبعا I had يعني ماضي بمعنى مو معنى ماضي تم لأ هاد فعل رئيسي بمعنى عندي If I had a lot of money لو كان عندي فلوس هواية I would buy Lamborghini car لو عندي هواية فلوس كانت شر سيارة Lamborghini الآن هذا الحدث تخيلي أو فالشي يعني ما يمكن يصير أو صعب الحدوث يعني فتمني If I had a lot of money I would buy مثل التمني بس هاية بس هاية شوف رقم واحد هاية مو تمني إذا تدرس تنجح إذا تدرس تنجح حدث ممكن الحدوث يعني بس هاية هو ما عند فلوس بس يتمني عندك الحالة الأخيرة الحالة الأخيرة شوف فارز فاعل ودو هاف وتصريف ثالث للفعل If he had worked hard he would have learned وإلى آخر فإذا اللاحظ هنا شوف التركيب مال الزمن شوف القاعدة وشوف الاستخدام وهنا أنا أيضا ملاحظات إذا جاءت النط المطلوب هو نف الجملة وحسب الزمن يعني إذا جايب لك نط لازم تنجح طبعا إذا أجدتك البي بين الأقواس خصوصا في زمن المضارع البسيط يعني لما يكون عندك هنا هاي بالأول إما تجي البي بين القوس تخلي لها وز وار وام وام وإذا كان هو زمن الماضي البي رح تحول الوز ووير يعني مثلا أجتني البي هاي الحالة هنا بالباس رح حول الوز ووير ولا لا ننسى لا ننسى الفاعل آي والمفرد يعني كل آي والمفرد رح يصير وير يعني ما اقول ما حول نقول I was أو He was أو She was لأ رح يصير She were أو I were لأن الحدث غير حقيقي لأن الحدث غير حقيقي طبعا إحنا الورا الف دائما ثابت أسا هاي الف ورا هاي ماذا بسيط مضارع بسيط يعني هاي الف ثابت مرات خوان مرات تجي الف بالوسط مرات تجي الف بالوسط مثلا خلينا نعطيكم مثال هاي الجملة He would go He would go more than the to help the people if he be the bull الآن يا أخوان الف جتني بالوسط طيب هو منطي منطين would do would زائدا فعل مجرد وين هاي بيا حال would do be نجعل would وال be اللي هي الحالة الثانية احنا نعرف بالحالة الثانية ولا الف راح يجيني ماضي if ماضي إذن هنا راح يصير was aware اذا هاي راح اصير ووز او راح نعرف b اجتنا بالماضي الف اجتنا هنا بالنص الف هنا اجتنا بالنص اجاني هاد هاد يعني هذا ماضي تام الماضي التام اللي اللي ماضي تام ش يجو ويد وها وتصريف بالثالث طيب هاي الف هاي اللي اللي اريد اقول لكم يا اخوان الف اذا اجتتك بالوسط اذا اجتتك الف بالوسط هذا الجملة الثانية راح اصير قبلها عيد مرة ثانية الف اذا اجتني بالوسط مو بالبداية اللي وراها ثابت اللي ورا الف هنا دائما يجيني ماذا بصيط ورا الف دائما يجيني ماذا ثان هذا ثابت بالنص الجزء الثاني راح يصير بالبداية الجزء الثاني راح يصير بالبداية يعني اذا اجدتنا الف البداية راح يصير جملة الأولى صارت بالبداية طبعا في شاهديته هاي التدريبات إن شاء الله راح نختار من عندها المهمة جدا المهمة ونركز عليها ونوضحها إن شاء الله في المحاضرات القادمة